نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار قام سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة بتكريم فريق عمل إدارة نظم المعلومات بمناسبة الإنجاز البارز والنتائج المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والذي يعكس الجهود الكبيرة التي قام بها فريق البحرين من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وثمن الوزير الدور الرئيسي للجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات والذي أسهم في تحقيق هذه النتائج المميزة حيث حققت مملكة البحرين المركز الثامن عشر عالميا متقدمة ست وثلاثين مرتبة محققة بذلك أعلى مؤشر تاريخي أعلن بنك البحرين للتنمية عن فوزه بجائزة أفضل برنامج لإدماج الموظفين من مؤسسة The Asian Banker وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم في إمارة دبي والذي يصلط الضوء على التمييز في القطاع المصرفي والمالي على مستوى آسيا والشرق الأوسط يعد هذا التكريم تأكيدا على الجهود الحثيثة لبنك البحرين للتنمية في تعزيز بيئة عمل إيجابية من خلال مبادرات مبتكرة تسهم في دمج الموظفين وتحفيزهم وزيادة معدل الولاء الوظيفي وتعزيز مكانة البنك أحد أفضل بيئات العمل في المملكة حول هذا الموضوع تنضمعي عبر الهاتف الأستاذة هند محمود الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك البحرين للتنمية أهلا ومرحبا بك في النشرة الاقتصادية ما هي أهمية جائزة أفضل برنامج لإدماج الموظفين التي حصل عليها بنك البحرين للتنمية وكيف تعكس هذه الجائزة التميز الذي يسعى البنك لتحقيقه في القطاع المصرفي أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة القطاع المصرفي من القطاعات المهمة للقتصاد الوطني وتشهد المصرف على صعيد المبات تتطور دائم لأن كل بنك يفعل مواكبة التغيرات المتسارعة وبالأخص على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي في بنك البحرين للتنمية نحن حريصين على تطوير العنصر البشري بشكل كبير كونه يعد أهم أولوياتنا وخطة أدماج الموظفين هي أحد ركائز استراتيجياتنا في الموارد البشرية الجدير بالذكر أن اندماج الموظفين يتم تقييمه بشكل سنوي وبشكل محايد من قبل مؤسسة لوسائنا العالمية وهي عن طريق ما سوف تطلع على رأي الموظفين اللي يتمحور حول رضاهم والتزامهم الوظيفي في كل عام نحن نجمع النتائج ويتم إجراء التغيير والتحسين اللازم وهو اللي أسهم في تحقيقنا لهذه النتيجة المتميزة اللي تحكيص ثقافتنا وبيات العمل في البنك طبعا مما لا شك فيه أن مثل هذه الجواز المرموقة يتعزز من مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة على مستوى البحرين ومستوى المنطقة ويأتي حصولنا على هذه الجائزة اللي هي جائزة أفضل برنامج لإدماج الموظفين بعد ما خضعنا لمراحل من تقييم صارنا أرستها لجنة متخصصة من مؤسسة The Asian Banker اللي هي تضمنت عدة مقابلات عروف تقديمية صلطته على كل الجهود اللي قمنا بها نحن فخورين في بنك البحرين التنمية للغاية بهذا التكريم اللي هو شاهد على كل الجهود اللي تمت الأستاذة هند محمود الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك البحرين التنمية شكرا جزيلا لك والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر سجلت صناعة المركبات الكهربائية في الصين نموا قياسيا خلال العام الجاري إذ ارتفع إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية بأكثر من 30% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري متجاوزة نسبة 40% من إجمال مبيعات السيارات وكشفت البيانات عن حجم إنتاج المركبات الكهربائية والذي تجاوز 11 مليون وحدة محقق نموا بنسبة 34.16% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر